موسيقى حياكم الله مجدد هناك من يقتنع بالسمع أو بالقراءة لكن الكاتب سعود الفوزان أراد أن يخوض الغمار وسط الميدان ليعيش واقع سوق العمل بنفسه حمل ما لفه الأخضر خرج يحاول أن يلتمس ما يمر به أي شاب سعودي في مشوار البحث عن عمل فماذا اكتشف؟ ضيفي في الاستوديو الأستاذ سعود الفوزان الكاتب الصحفي بسرخير سعود أهلا بسرخير شكرا شكرا يا مرحبتين أسبوع الماضي كان لك تغريدتين تكلمت فيها أنك وجدت واقع مختلف في سوق العمل وكان عندك مجموعة من الرسائل تبغى توصلها لوزير العمل المهندس أحمد الراجحي وقلت أنه هذه نتيجة تراكمات هذا استنتاجي أن هذه الخلل اللي واقع هو نتيجة تراكمات موجودة في أداء الوزارة أعطيه القصة من بدايتها طالما أنك بدأت أستاذ جمال في الملف الأخضر للأسف الشديد الملف الأخضر والتقرير أستطيع أن أعطيه 90% سيء و10% العسوة عندما تذهب إلى أو خلينا نبدأ بالتغريدة خلينا نبدأ بالتغريدة أول شيء كان لك تجربة نعم أنت كنت تطالع من مكتب عمل أو شيء وحد الشركات لا لتجربة بالشركات الخاصة أستغريدتك وقتها كانت آنية كنت مارب تجربة كنت تقول توني طالع من مكان معين وكان عندك انطباعة تحاول توصل وشو كان هالانطباع في بعض الشركات أنا زرت بعض الشركات هناك شركات كبرى شركات عمرها أكثر من 50 سنة مش شركات في الحقيقة هي وكالات سيارات هذه الوكالة يعني صرها 50 سنة عندما تدخل الشورو لا تجد إلا ثلاثة سعوديين والباقي كلهم أجانب عندما طلعت للدر الأول أول ما قابلتني اللي هي المدير الصيانة لوحة مدير الصيانة طلعت أجنبي رحت مشيت شوية يمكن حوالي ثلاثة متر أربعة متر وجدت أيضا لوحة ثانية مدير الصيانة ومدير قطع الغيار أطالعنا كلهم أجانب بعد كذا عرفت أن وزارة العمل ومكتب العمل غائب عن المشهد نهائيا أخذت دراجي ورجعت زورت شركات كثيرة خاصة في الصناعية الثانية الصناعية الثانية مكتب العمل غائب نهائيا عنها يعني تجد الشركة كبيرة وتدخل ما تلاقي أي سعودي ولا تلاقي يعني لا مدير شؤونهم وظفيين ولو تلقى هم كلهم من الفئات الوافدة البعض قال أنت أنت ما تحب الوافدين ولا تحب العكس أنا أحترم وأقدر وأشكر أي إنسان ساهم في بناء هذه المملكة الطيبة ولكن عندما تطلق البطالة أبوابنا بطبيعة الحال سوف نحارب ندافع عن أبنائنا ما هي أسباب هذه البطالة في سوق العمل خليني أبدأ لك على عجالة أولا رجال الأعمال الحمر أنا نسميهم حمر للأسف الشديد أنا أسميهم حمر ترى هذا النعت أنت مسؤول عنه أي أنا مسؤول لماذا لماذا سميتهم رجال الأعمال الحمر نصد جمال لأنهم شركاتهم كل واحد عنده عشر شركات خمس شركات أو أكثر شركاتهم تقبع في النطاق الأحمر وهؤلاء لا يعترفون بالسعودة نهائيا نصد جمال يعني لو يعترفون بالسعودة كان لا بس دقيقة هذا كلام خطير أنت لما لما تأخذ لي فئة معينة أستاذ سعود دقيقة لما نأخذ فئة معينة اليوم ونطلق حكم عليهم لازم نجيب دليل ولا ما نقدر نحكم على هالأساس إلا إذا كان أنت عندك شيء ما تبقى تقوله لله بس نحن قاعدين نطلق وصف عام أنا ما أبغى أسمي أنا أصف لا لا تسمي لا تسمي قل لي بي قطاع مثلا أعطيني بي قطاع أعطيني دلال يعني عطني قراءة يعني عطني شيء بس بيدي بس أنا ما أقدر أتمنى أنك زرت مع المنطقة أستاذ سعود أنا شخصيا أقول أن وزارة العمل هذا رأيي ولو أنه ما له رأيي أنا نعم لكيقول وزارة العمل عندها مشاكل كثيرة وما تنتهي ويمكن بالبرنامج هذا أكثر من قسع على وزارة العمل نحن زين نعم ما هي قسوة لأننا ناخذ رأيي أو لأننا نتبنى فكرة لا لأنه العمل ليتكلم نعم وأجد فيها أشخاص هذه أنت مخذ لشركتين ثلاثة من أصل خمس آلاف عشر آلاف شركة هل هي كافية أنك تحكم نحن نقول عندنا مشاكل ربما عندنا مشاكل وعندنا لوبيات وعندنا تجمعات معينة الجنسيات محددة تصيطر على أسواق واضح هذا ما هو مو بسر طيب وين المشكلة أنا أقول لك وين المشكلة هذه الشركات هذه الشركات إلى الآن إلى الآن بعضها لا يعترفون بالسعودة يعني هل وزارة العمل أنا أقول لك هل وزارة العمل تعرف أن هذه الشركة أو ذيك الشركة أو هل تعرف أنها سعودة وهمية ولا سعودة حقيقية طيب أنا أقول لك بعض من الأسباب اللي ذكرنا عندك المدير الوافد ماذا يفعل المدير؟ المدير الوافد يحارب أي سعود ناجح وبعضهم للأسف لا يحارب أي سعود ناجح بل يحارب أي شماء وعقال قدامهم ثانيا اللي هو برضو أنا أضمهم في البطالة في أسباب البطالة والتضخم في البطالة اللي هم صندوق المورد البشرية ربما تقول لي أستاذ جمال أو تقول أستاذ جمال هؤلاء يدفعون ألفين وخمسمين سنتين خليني لسه ما كمل أنا ما راح أقول شيء تفضل أنا ما كمل لكن صندوق الموارد البشرية هدف يدعم من؟ يدعم اللي سميناهم في أول الحلقة اللي سميته طيب أنا سميته على هالمبدأ ما في أنا سميته الرجال الأعمال الحمر متى متى يذهب أو كلمة يذهب يذهب باختياره متى يلجأ إلى صندوق الموارد البشرية الرجل الأحمر رجل الأعمال الأحمر عندما يحتاج شهادة السعودة أو يحتاج يقدم تأشيرات على وزارة العمل أو يحتاج شهادة السعودة اللي يقدمها على الزكاة على سبيل المثال يذهب إلى أو يلجأ إلى صندوق الموارد البشرية هدف ما يكسرون للجماعة يساعدون وإلى الآن سليمين إلى الآن هدف سليمة ولكن بعد ما يحصل رجل الأعمال الأحمر على شهادة السعودة وعلى التأشيرات وعلى كم عندهم مثلا من سعود 20-30 تلقوه منهم والرواتب تتأخر وربنا وبعضهم وبعضهم يسلط المدير الأجنبي عليهم طبعا السعودية لما يشوفوا أنهم وضعهم سيئ يقدمون استقلاتهم ويمشون ويعود صاحبنا الأحمر إلى وضعه السابق إلى المربع الأول بعد سبعة شهور ثمانية شهور خلينا نقول سبعة شهور احتاج لشهادة السعودة مرة ثانية ماذا يفعل؟ يلجأ مرة ثانية إلى هدف إلى صندوق الموارد البشرية نعم صندوق الموارد البشرية خلينا نكمل بس خلينا نطلع فاصل إذا سمحت وبرجعتك الفرصة أتكمل فكرتك فاصلوا موسيقى محياكم الله من جديد أناقش مع الكاتب الصحف الأستاذ سعود الفوزان تجربته مع سوق العمل أستاذ سعود قبل الفاصل كنت تتكلم عن عدة تفاصيل في سوق العمل وملاك بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص أنا كنت استنتجت من حديثك أنه يا جماعة ترى فيه تحايل كبير جدا طيب هالتحايل هذا يتم عن طريق ثغرات في الأنظمة نعم صح أقول لك بعض الثغرات تفضل إحنا وصلنا إلى إيش أنه الصندوق الموارد البشرية هدف دعم صاحبنا ذا اللي هو رجل الأعمال أوكي شيء جيد وإلى الآن الصندوق الموارد البشرية سليم لكن بعدما يحصل الرجل الأعمال على شهادة السعودة وبعدما يحصل على التأشيرات من وزارة العمل ماذا يفعل طبعا لديه سعوديين هو لم يحصل على شهادة السعودة إلا بعد هدف بعد دعم هدف يعمل السعوديين والرواتب تتأخر وبعضهم يسلط المدير الأجنبي على السعوديين طبعا بيضاء أخضر من بعض أصحاب الأعمال بعد سبع شهور أو ثمانية شهور حيكرر السيناريو مرة ثانية صاحبنا ذا حيكرر السيناريو إلا أنه محتاج لشهادة السعودة وربما حيقدمها على زكاة ولا حيقدمها على قطعات ثانية أو على مناقصة مثلا صندوق الموارد البشرية وهذه الثغرات اللي تفضلت فيها أستاذ جمال الثغرات هذه نبدأ من الأول حيذهب إلى صندوق الموارد البشرية ماذا يفعل صندوق الموارد البشرية سوف يدعم مرة ثانية مع الراجل كرر السيناريو طيب أول أول ثارة هل صندوق الموارد البشرية سأل صاحب العمل لماذا فشلت في السعودة الأولى لا شيء هل صندوق الموارد البشرية هدف أعطاه أعطاه غرامة مثلا هذه إن وجدت لا شيء هل صندوق الموارد البشرية وضعوا في القائمة السوداء لا شيء بالعكس صندوق الموارد البشرية سوف يدعمه والراجل يتحايل على الصندوق ويجي السنة القادمة ونفس السيناريو وسعودي رايح وسعودي جاي وتير نوفر اللي هو اللي يسمونه التقديم والفصل شغال هل لست هذه هذه هي البطالة هذي في وين سوق العمل وين وزارة العمل عنها قابل صندوق الموارد البشرية كنا ثلاثة بالمية قبل قبل عشرين سنة أو ثلاثة عشرين سنة ثلاثة بالمية اليوم بعد صندوق الموارد البشرية ثلاثة ونصف بالمية بس ما تأخذ كذا المسألة طيب كيف تأخذ قبل عشرين سنة كانت القوة البشرية والناس اللي تشتغل ما هو نفس القوة البشرية الآن عدد المتعلمين هذا المفهوم هذا المفهوم مممممممممممممممممم د Tactтора بماذا لنا تطور أنا لما يكون عندي مئة ألف خريج من جامعاتي غير لما يكون عندي خمسمائة ستمائة ألف واحد بثنين فرص العمل في السابق ليست فرص العمل الحالية اليوم كثير من الوظائف التقنية ألغتها يعني خدماتنا اليوم الحكومية أنا ما أضطر أروح كثيرا راجع جهات حكومية لأنني عندي خدمة إلكترونية تغنيني أن نروح أقابل للناس بس كذلك الجهة الحكومية ما راح تصف لك زي أول صف ناس وطوابير كلها تخالصة عن طريق الأتمة فالظروف مختلفة أنا أعتقد أنه ما أعرف بس الحكومة حس أنه مجحف شوية يعني لماذا مجحف لماذا مجحف أستاذ جمال يعني تلما تقول لي قبل عشرين سنة قارنة بواقع اليوم الظروف اختلفت الجانب الاقتصادي اختلف حيكل الانتاج نفسه كم صاره 20 سنة ماذا فعله صندوق المواردة البشرية هذا سؤال من الحق تطرح ماذا فعلوا بالفلاشات شاطرين لكن غير الفلاشات ما نشوف شي طيب هل تقول أنه ظروف العمل اليوم أو ظروف عمل الشاب أو الفتاة السعودية اللي تبغى توصلنا لها أستاذ سعود أنه ظروف العمل اليوم للشاب السعودي أو الفتاة في القطاع الخاص لا زالت غير جاذبة لا زالت فيها كثير من التحديات اللي ذكرتها قبل شوي هذه ما انتهت ما تلاشت يعني ما زادت لا بالعكسة لا زادت يعني أنا أقول لك حتى أبناء أنا للأسف الشديد بعضهم عازف عن الشركات الخاصة بعض الشركات الخاصة وليس كلهم طبعا عازف عنهم يعني يحصل وظيفة يقول لها ماذا لماذا؟ أستاذ مرتبط في ثقافة عمل عندنا أم لا لا؟ إحنا ثقافة العمل عندنا أنا جيل الثمانينات زيهم فأول ما تطلع على الحياة وش تبغى تصير معلم طبيب مهندس هذه ثقافة زرعت فينا ترى زرعتها البيئة زرعت فينا نحن يا جيل الثمانينات لكن أبناءنا أذكى منا أبناءنا يستطعون يستطعون أن يخشوا سوق العمل وأن يبدعوا لكن ما هم لاقين بيئة وش ينقص البيئة؟ وش ينقص البيئة هذه؟ آه شي ينقص البيئة هذه أول شيء الضمان الوظيفي يستجمها الضمان الوظيفي الأمان أيوة الأمان الوظيفي هذا هو الهدف الأول لأبناءنا تعرف المادة 77 إيش كانت تسوي فينا؟ إيش تسوي فيها أبناءنا؟ الحمد لله الآن عدلوها وصار فيها غرامة وتغيرت لكن في السابق لا زالت عموما بحسب رأي الكثيرين إنها لزالت مادة كارفية فيها غرامة وفيه كذا لكنها أفضل من الأول الموظف أبناءنا يريدون التوظيف في أمان وظيفي طيب الموظف لما يدخل على لما يتوظف في شركة زين؟ ماذا يجد؟ يعني خلينا قرن لك في التأمين الطبي يعني الشركات الحكمية يعني التأمين الطبي فئة A وفئة B الشركات فئة C C C هذه يا أستاذ جمال عندما تذهب إلى مستوصف يحاولونك على ممرض عفوا للتعبير يعطيك بنادولي يقولك مع السلامة الفئة B بعض الشركات الحكومية تأمن على الموظف فئة B هو وأبناءه حتى هؤلاء فئة C والرواتب تتأخر وال اليوم يجي ويقول يمكن يمكن هالشهر أكمل هالشهر الثاني ما أكمل ما فيه ذيئة جاذبة للعمل في بعض شركاتنا الخاصة للأسف الشديد يعني ما فيه وش الحل اللي قد دامني اليوم؟ الحل ما هو عنده سعود الفوزان الحل عند وزارة العمل تتكاتف جميع هذه الوزارات مع بعض وزارة العمل هذه خلص وزارة العمل حددوا كم؟ سبعين بالمئة ثمانين بالمئة عندنا الآن السعودة الوهمية السعودة الوهمية يعني إيش؟ وزارة العمل عندما تكون الشركة بالأخضر لا أحد يسأل ولا أحد يزوره والمراقب طيب إذا استفى الشروط وش المطلوب تسويه للوزارة؟ إذا أنا وضعت نظام وقانون وكانت الجهة هذه مطبقة لهالأنظمة ومراعية لهالأنظمة وتعمل فيها وش المطلوب مني أن يسويه أكثر؟ سؤالك جيد هذه مفهومنا إن هذه الشركة طالما إنها من دخل دار الأخضر فهو آمن طالما إنها في الأخضر فهي آمنة كويس؟ طيب هل طبعا القائمة وأسماء السعوديين في هذه الشركة اللي بالنطاق الأخضر عند مين؟ عند وزارة العمل عند مكتب العمل يطبع هل أحد من المراقبين في مكتب العمل طبع اللستة وراح راح لها الشركة وقال تعالوا أنتم عند فجأة يروح فجأة ما يتصل عليهم يقول لنا جايكم يروح فجأة المراقب اللي هو مراقب وزارة العمل يروح فجأة حيقول لهم تعالوا عندكم واحد مضفق في بعضهم ما يدق عليهم لا يدخل عليهم مفاجأ يدخل على الشركة مع القائمة بأسماء السعوديين وهم يسوون كذا الآن يسوون كذا ولا يسوون العكس خلينا كمل خلينا كمل بس أفهم منك المبدأ أيوة المبدأ طال عمرك أن هذه السعوة دواهمية يعني هل هذه هي من الطاقة الأخضر لكن سعوة دواهمية يذهب لها الشركة ومعها القائمة يقول تعالوا وين سعود الفوزان عندكم سعود الفوزان موظف خدمات عملة أجزم أنه لن يجد سعود الفوزان في مكتبه بل يجده نايم في بيته ويأخذ ألفين ريال والألفين ريال هل تدفعها من صندوق الموارد البشرية أنت ترى أن وزارة العمل قصرة في جوانب التفتيش هذا نعم نعم قصرة للأسف الشديد يعني فيها عندك الصناعية الثانية أنا زرت الصناعية الثانية ماها فيه ما عندهم أحد لهاية الصناعية الثانية وش فيها؟ فيها شركات وفيها شركات ما في سعودة حتى يعني كم عندنا من مراقب؟ الصناعية ورش أنا معرفة ورش ومكاتب ورش ومكاتب عندك كم عندنا في مكتب العمل من من مراقب؟ ثلاثين أربعين نحن نحتاج أربعمية بس في منطقة الرياض نهايك أنا المناطق الأخرى نحتاج أربعمية كل جهة لها مجموعة على أساس يحددون هل هذه السعودات وهمية؟ هل هي حقيقية؟ وين الموظفين؟ هذا سوق العمل عندنا نعم تفضل طيب هذه يمكن السلبيات التي أنت شفتها حول النظام وحول الإجراءات وحول نطاقات نعم إذا فهمي صحيح لما ذكرته لكن أنا أخذك الجزء الثاني هو بيئة العمل نفسها في القطاع الخاص الآن مفهوم عندنا نحن النظام مفهوم عندنا القوانين ذكرت قبل شوي أنه طريقة التعامل من قبل المسؤولين في بع شركات القطاع الخاص هي سبب رئيسي في عزوف الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص لكن الأرقام التي تصدر اليوم للسعوديين العاملين في القطاع الخاص ما أقول لك تزيد لكنها تتحرك تحرك ببطء تتفق الإيه نعم فيها تباطؤ كبير لكنه فيه إقبال يعني ما هو العزوف اللي إحنا قاعدين أو اللي نحاول نصوره فيه إقبال لأنه ما فيه مجال ثاني لو فيه مجال ثاني ما كان فيه إقبال أبداً الآن الشركة الحكومية إذا فتحت في أي مكان عشر موظف عشر وظائف عشرين قل قل مية وظيفة كم المقدمة اللي يتقدمون لهذه الوظيفة شوف كم يتعدى بالآلاف الخمس آلاف بالعشر آلاف لأن كل الأبناء أن الوقت الحاضر يتجهون إلى الحكومة حتى لو كان الراتب يعني ضعيف يتجهون للحكومة ورح نرجع للنفس المربى الأول اللي هو ثقافة العمل فنعم هذه ثقافة هذه ثقافة العمل طيب إذا كان إذا كان أنا عندي ثقافة اليوم وهالثقافة مترسخة وما أنا قادر أغيرها إذا وشو الحلول اللي قدامي لا نقدر أغيرها كيف نقدر أغيرها بدل صندوق الموارد البشرية ما يدفع الملايين زين ليش ما نرسل أبناء نبعثات ويجوا متسلحين بشهادات طب عندنا بيثات لنها 11 سنة ما يكفي يا أستاذ جمال ما يكفي عندنا عندنا حين أنت تتنقض نفسك الحين أنت قبل شوي تقول أن السوق ما هو قادر يستوعق القطاع الخاص والطالب بتوسيع الابتعاب ومبتعثين قاعدين يعني وجلسين ببيوتهم ماجستير ودكتوراه بكالوريا جزء كبير يعني ينتظرون فتح المجال وانت تطلب زيادة بعد جيفونهم يعني بلشون بهم يعني مهم لا يتم بلشون باللي فيه يعني ما في بالتدريب أنا أقول لك نقطة واحدة إذا جبتها كل السعوديين حيروحوا لسوق العمل اللي هي الأمان الوظيفي إذا وزارة العمل شرعت نظام بالأمان الوظيفي جميع المؤلاء السعوديين سوف يذهبون للقطاع الخاص أرى ذلك ونتوقع إن شاء الله ونتمنى أن وزارة العمل تجد بعض من الأنظمة والقوانين التي تساعد على توفيل الأمان الوظيفي الكثير من الشباب السعودي هذا مهم جدا الأستاذ سعود الفوزان الكاتب الصحفي شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا شكرا لكم أيضا أنتم عزيزي المشاهدين ومتبعتنا في يا هلا السلام ختامي هلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة